تقدم فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخالص التهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو ودع الأزهر الشريف إلى ضرورة استمرار التكاتف والتلاحم الشعبي واستفاف المصريين جميعا صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة ومؤسساته الوطنية الساهرة على أمنه وأمانه وبخاصة بعد ما تحقق من إنجازات كبرى ومشاريع وطنية هائلة في الطرقات والبنية التحتية وكافة المجالات التنموية والاهتمام الملموس بالمواطن وتأمين متطلباته وحاجاته بما يكفل له حياة كريمة تمكنه من مواجهة التحديات وتحقيق الآمال والطموحات وبذل المزيد من الجهد على طريق التنمية والرخاء والازدهار